مبارح الحمد لله الحمد لله نادي الاهلي بيتأهل ليه الدور قبل النهائي بعد التعادل الإيجابي واحد واحد مع فريق الرجاء ماتش كان صعب جدا جدا لكل من شاهد هذا اللقاء صعوبة الماتش من خلال الجماهير الكبيرة لفريق الرجاء وتشجيعهم المتواصل لفريقهم في نفس الوقت الهدف اللي جيه في الأول ثم الحمد لله محمد عبد المنعم قدر يتعادل في توقيت مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي والمباراة يعني كانت إلى حد ما كانت في المتناول النادي الاهلي كان يقدر يهدف وضرب الجزاء ضاعت لكن في الآخر مجموعة اللقائين بيقاهل النادي الاهلي للدور قبل النهائي وده اللي انت هدفك أيا كان بقى شكل المباراة والسير اللقاء نفسه كان عاملت ازاي الهدف الأول والأخير بالنسبة للعبين والجهاز الفني هو الوصول للمباراة التالية وهي مباراة قبل النهائي ان شاء الله اللي سيقابل فيها وفاق الصيف بأمر الله لإما سبعة ستة أو سبعة ان شاء الله في الشهر القادم وده المباراة بأمر الله ويا رب التوفيق طبعا للنادي الاهلي لكن كان جيم كبير جدا ماتش كان قوي جدا من الفريقين طبعا ما نيجي نتكلم على الرجاء وهتكلم طبعا مع نجمينة الكبير كابتن ريد عبد العال يعني اللي هرحب به بعد قليل لكن ماتش كان صعب لان الرجاء كان شارس جدا في اللقاء كان عايز يكسب على أرضه وسط جمهور كبير جدا لفريق الرجاء وبالتالي هي دي كانت صعوبة اللقاء وفي نفس الوقت بعض الأمور الفنية هنتكلم فيها مع كابتن ريد لكن خلينا نقول لكم الأهلي فريق مرعب الرعب بالنسبة للأندية المتواجدة في أفريقيا هو أنك توصل لعدد مرات من الوصول للدور قبل النهائي والمباراة النهية والفوز بيها بعدد قياسي مفيش حد من الأندية في أفريقيا قدر يوصل له تماما ما نيجي نبص نادي الأهلي بيوصل للدور قبل النهائي 18 مرة ووصل لآخر 10 سنين 7 مرات في يوم كسب في آخر 10 سنين 4 بطولات دوري أبطال تشيئ يعني ما نيجي نبص حسابيا كده للأندية الأخرى في أفريقيا ما حصلش وبالتالي فريق نادي الأهلي مرعب بيعرف إزاي يكسب بيعرف إزاي يوصل للأدوار النهائية بيعرف إزاي يوصل باللقائين لبر الأمان وده أيا كان بقى الجيل الموجود كل الأجيال ما شاء الله كانت بتمشي بنفس الخطة كده وبتوصل له الهدف بتاعها وهدف الأخير وهو البطولة وده اللي احنا بنتمنى إن شاء الله من خلال تواجد النادي الأهلي وتبقى حاجة ما حصلتش قبل كده أن النادي الأهلي لو كسب هذه البطولة الـ 11 يبقى مفيش نادي حصل على هذا العدد من البطولات المتتالية بالشكل ده وده اللي احنا نتمنى أيضا ده يعتبر برضو لمسيماني برضو رقم قاسي لأن برضو الرجل لو وصل للمباراة النهائية وكسب البطولة إن شاء الله ده اللي احنا نتمنى يعني النادي الأهلي هتبقى يبقى رقم قاسي بالنسبة لأي مدرب في تاريخ القرى الأفريقية أنه هو يحصل على هذه البطولة ثلاث مرات متتالية كلام كتير ولكن أرقام دايما النادي الأهلي بيكسرها من خلال تواجده من خلال وجوده في البطولة أفريقيا من خلال سيادته على هذه القرى الأفريقية إن شاء الله كل التوفير للنادي الأهلي في المباراة القادمة في دور الأبطال طبعا في رجوع للنادي الأهلي النهاردة ثم أجازة 48 ساعة وبيحضر نفسه لمباراة الدوري أولها هتكون مباراة طلاع الجيش يوم الأربع القادم ثم سراميكا كيلو باكترا إن شاء الله ده في دوري الممتاز للعالم النادي الأهلي طلب حكام أجانب واتحاد المصر كرة القدم وافئ على هذا الطلب وبالتالي الحكام الأجانب هتكونوا متواجدين من المطش القادم للنادي الأهلي وشرط النادي الأهلي هو الشرط إن يكون من حكام الصفوة في الدوريات الأوروبية الخامسة هنشوف بقى الفترة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي وبالتالي هو هتحمل تكلفة هذه الحكام في خضومهم للمباراة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي هيكون حكام فار وحكام